أخيراً نجحت محاولة الجماعة الإنقلابية وحليفها الرئيس المخلوع بالسيطرة على لواء العمالقة بعد أن شهد اللواء التاسع والعشرين ميكا عدة محاولات لكنها كل مرة كانت توصف بالفاشلة وهو ما أثار موجة استياء واسعة لدى المراقبين خصوصاً في ظل انعقاد مشاورات الكويت التي تنص بعض بنود المرجعيات فيها أن تسلم جماعة الحوث الإنقلابية أسلحتها تأريخ حافل مر به هذا اللواء المغدور الذي يقع أعلى الجبل الأسود في محافظة عمران إذ تتحدث بعض المعلومات أن قيادات بارزة تابعة للرئيس المخلوع طلبت من الضبات والجنود التوجه لاستلام مرتباتهم ومن ثم اقتحمت عناصر الميليشيا مقر اللواء وسيطرت عليه ونهبت أسلحته بالكامل لواء العمالقة الذي يقع في مديرية حرف سفيان تقول بعض المصادر إن الزج بكتائبه في معارك حرب 94 وحروب صعدة 6 أيضاً هي محاولات للتخلص منه بما فيها محاولات تغيير قياداته منتصف العام 2013 وهو ما أثار حينها غضباً واسعاً أوساط الضباط والجنود جاء كل ذلك بعد أن تعرض لواء العمالقة للتهميش والإهمال من قبل نظام صالح الحليف الرئيسي في إسقاط مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية في قبضة ميليشيا الحوثي وآخرها لواء العمالقة اشتركوا في القناة